حالة من الجدل تسود أجواء التحضير للعملية الانتخابية الفلسطينية خاصة بعد إعلان لجنة الانتخابات المركزية شروط الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة انتقادات واسعة لقتها تلك الشروط أبرزها الاستقالة من الوظيفة مقابل الترشح الفصائل أكدت أن هذا القرار مخالفا لحالة التوافق التي تمت في اجتماع القاهرة الأخير هذا يضعنا أمام معضلة جديدة بأن هناك ما زالت سياسة إدارة الظهر للتوافقات الوطنية وهذا يضع المزيد من الأجواء السلبية في الساحة الفلسطينية وأمام توسيع مساحات الديمقراطية في الساحة الفلسطينية لذلك نؤكد على ضرورة أن يتم العدول عن هذا الشرط وأن تتم الاستجابة إلى ما تم الاتفاق عليه في حوارات القاهرة محللون ومتابعون أكدوا أن قرار الاستقالة مقابل الترشح بمثابة تقييد وحرمان فئات واسعة من الفلسطينيين من ممارسة حقهم الديمقراطي ولسيما الموظفين في الخدمة العامة مطالبين بضرورة رفع كافة القيود أمام الترشح للانتخابات معتبرين ذلك تعديا واضحا على الحريات عشرات الآلاف من الموظفين الفلسطينيين سواء في القطاع الرسمي الحكومي أو في مؤسسات المجتمع المدني ممن سيفقدون حقهم في الانتخابات وهذا منافن للموثيق الدولية والمعهدات الدولية إذ أن حق المشاركة السياسية هو حق أساسي مؤسسات المجتمع المدني قالت إن سياسة الاستقالة مقابل الترشح للانتخابات تشكل حالة إرباك في الشارع الفلسطيني خاصة بين فئة الشباب الذين استبشروا خيرا من اتفاق القاهرة لكن تقديم الاستقالة وقبولها أمر بالغ الخطورة ما يستدعي صدار مرسيم تضمن حق الترشح للجميع هذا الأمر يعني تهميش واضح وحرمانهم من المشاركة السياسية وحرمانهم من المشاركة في الترشح من هذه الانتخابات الأمر الذي يجب أن يعالج بشكل فوري من خلال إصدار مرسوم من السيد الرئيس محمود عباس لضمان مشاركة هذه القطاعات وأيضا المصادقة على توصيات الفصائل بشكل كامل معيقات كثيرة لا زالت تقف في طريق الاستعداد للعملية الانتخابية أبرزها عدم تشكيل محكمة قضايا الانتخابات رغم توافق كافة الفصائل عليها وهو ما يثير حالة من التخوف لدى الشارع الفلسطيني بعد انتهاء عملية تسجيل وتحديث بيانات الناخبين والانتقال إلى مرحلة فتح باب الترشح للانتخابات في العشرين من الشعر المقبل تزداد المخاوف لدى الشارع الفلسطيني من أي عراقيل مرتقبة قد تهدد سير العملية الانتخابية خاصة في ظل عدم التوافق على بعض القضايا التي لا زالت عالقة عامر فراء اليوم قطاع غزة